اشتركوا في القناة ولكن مشي في المجال الفقهي والاحكام دياله الأركان شنوهي النواقيد إلى غير ذلك لا سبق لنا في سلسة الفقهيات أننا تنعالج أمور الموجودة في المجتمع وتخصها التعالج بالمنظور الإسلامي باش يكون السير ديالنا إلى الله عز وجل الله وحد السير اللي هو مزيان ففي الحج رضي يكون هذه الحلقة حول الحج بين العادة والعبادة عند الفقهاء هذه قاعدة فقهية تقول لك العادة محكمة بمعنى ما جرى به العادة وما جرى به العرف ولكن إلا كانت هذه العادة هذه وهذا العرف هذا مخالف الشريعة الإسلامية فما بقاش ما تحكم وإنما تتحكم الشرع ولكن إلا كانت موافقة للشريعة الإسلامية تنحكموها المغريب لبلد الحبيب عنده واحد صفة عند مواليه بزاة حتي يسمعوا مكة المكرمة وحتي يسمعوا الرودة الشريفة يبكيوا تتشوقوا يمشيوا لذيك البلاصة ولكن هاد الشوق ديالهم وهاد البكا ديالهم خصوا يتهذب بمعنى خصوا يكون حول الشريعة الإسلامية باش يكون هادك الشوق تيرضي الله عزواج الله شكول يتيبيني هاد الحقيقة هدي وأن الكثير من المغاربة ما تيمشي والحج حتى تيكون العمر ديالهم كبير وبالتالي حتي يمشي في ذاك الوقت تيصيب واحدة مراء واحدة عاف لأداء ديال الفرائد ديال الحج اللي هو تتعتبر جهاد وعن ناحا القفاد المجاد فلهذا العادة اللي جرت بها أن الناس حتى تيبني الدار دياله اللي هي ماشي وجبة تتعتبر من المباحات ويدير السيارة ويقرر الوليدات ويكمال هاد الشيادة قاع كله عاد من بعد ذلك تيجي فكر في الحج إما غدي صيفته ولاده اللي هو ما ولو موظفين معنى كارت جميل لدك الشي اللي دوز فيهم هو ثم أو يمشي هو الرأسه بالفلوس دياله اللي نراه اللي عنده الشي ديكسا هادي وحدة هاد المسألة هادي حتى نجيه الواقع تنصبه نعطيه على سبيل المثالي لحصر شي واحد تفارضه ولاده وصفته الحج في سن وبلغ من الكبار عتية كبير بزاف السن فهذا كبير بزاف السن غير في البلاد دياله را غدي صيب تمر غير اللي مكليه يعطيه الماء وفنين عاس وكده كده لأنه كبير في السن فما بلو كينا مشال تمايا اللي كل واحد تفكر في راسه مشال تما شو كان الواقع هو بقى تيشوف والنفس الأمار بسوء قالت ودي هاد الشي اللي هو متشو قليه الناس وصفتوني هولادي را ما صفتوني هنا إلا بغوا يتفكوا مني لأن ما كيلا لا راحة ولا احتشي حاجة ما كان غير تمر هاوحدة فحي ترجع للمغريب وبدأوا الناس سيبركوا لي وتيقولي بالعودة إن شاء الله معناه اللي يجعلك من الناس اللي عاودة يرجعون مرة أخرى تيقولي يوم له لا يديش يمسلم لتما واش هدا مش يمسلم لا مسلم ولكن تعبر على واحد الحاجة على حسب سين دياله لأنه ما قدش لو كان جينا لواحد شاب مشا في سين ديال الموعى ديال الشباب دياله غدي بقى يتكلم لك بواحد الشوق هو فرحان عدنا النقطة أخرى شنو هي هي أنه كينين اللي هما تيبغي يقولي كاودي أنا قاد على الحج وعن دياله ما نضباش مشي للحج ولكن ميمكن لياش مشي للحج وبا ما زال ما مشاش للحج هدي عادة والعبادة شنو هي هو بالنسبة لي لأن التكليف تيتعلق بكل واحد ماشي أنت مسول على الأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل واحد تيتعلق الأحكام الشرعية تتعلقوا بالذمة بمعنى أن هادي الشاب الموظف عنده لي السيطاعة خصوه يمشي للحج وبالنسبة الوليد دياله سقط عليه السيطاعة ما عنده حج ولكن هاو ما العادة شغل يقولوا للناس فهنا يا تخصنا كيفاش نديرو باش هاد العادة هادي نحاول احنا نديرو في بلستها العبادة غديد شي قاسحة قدم الناس إن الشاب مشا الحج وببه ما مشاش إلا كان هادي الشاب هاد عنده لي السيطاعة باش يديه وبه فهذاك الأماكن اللي كل واحد يقول أراصي غدي يدير عصفورين بحجار وغدي يدير رضا اللولانية ورضا تانية لأنش كل غدي يتكلف ذاك الأب إلا ما كانش ولده فإلا كان عنده لي السيطاعة يسبق هاد المسألة هادي ويمشي يدبه وإلا ما كانش عنده لي السيطاعة شو غدي يدير واش يسبق بباه لا سيد ربي سبحانه وتعالى تيتكلف تيقول لي هادك الأب ما عندوش هو القدرة وما عندوش لي السيطاعة وبالنسبة للولد عندو لي السيطاعة فواجبة عن الولد وما واجباش وما تيتعتبرش من العقوق هنا يا بينا رأى عصباه ولا ذاك الشي فليهنا المسألة خصها واحد التطاوع باش غدي نحاوله لأن العادة شي مرة صعيبة هذا الرسول والسلامة في العادة ربا زيد بنه ثابت وبعدتالك احتوي القوت يقولوا لي زيد بنه محمد وزلقه الله زوج لما كان محمد أبا أحد من رجالكم فليهذا هنا صحيب هاد المسألة ديال العادة ولكن نعالجوها بالتي هي أحسن ويشوف هاد ابن هادك يدير معبا باش يشرح له المسائل والأفضل باش يمشي وهو يعونه عندنا النقطة الأخيرة هي أه شنو غادي نسبقو وواش الحج ولا الزواج هذه مسألة فالزواج تتجري عليه الأحكام الخمسة كي يزواج المندوب وكي يزواج الحرم وكي يزواج المباح وكي يزواج الواجب وكي يزواج المكروه معناه كل واحد فحقه على حسب المواصفات اللي شرحوها علماء الفقه في المسألة فإلا كان يخاف عليه الفتنة وقادر على الزواج فيصبح الزواج في حقه واجب والحج في حقه واجب يصبق الزواج على الحج وإلا كان ما خافش على رأسه الفتنة فيصبق الحج لأنه لا الحج واجب وهذا الزواج بالنسبة له غير مستحب ماشي واجب هكذا قد نكون عاجنا وطحنا هذه القضية هذه ديال الحج بين العادة والعبادة نطلب الله عز وجل الله باش يجعلنا من أهلي العبادة لمن أهلي العادة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومع حلقة أخرى اشتركوا في القناة